الحاجة التانية والحاجة المهمة كان عندنا فيديو من شهرين الفيديو ده ما حبناش ان احنا نعرضه قلنا هنعرضه في الوقت المناسب الوقت المناسب هو ختام بطولة الدوري بعد ما نقيم التجربة بشكل اكبر وبعد ما تنتهي بطولة الدوري تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نعلق بعد ما نشوف الفيديو هنقف كتير جدا 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 النهاردة عن نادي الاهلي وحنقف عند مواضيع كتيرة جدا جدا داخل النادي الاهلي حنوى في النهاردة للإصلاح وعلى قطاع الناشيين اللي ما طلعش يبقى له فترة كبيرة ولسه دلوقتي بيبتدي يتغير معنى ان هو بيتغير بالشكل ده معنى ان هو في حالة عدم رضا ودي الحقيقة حاجة يشكر على كاتل حمود الخطيب ان هو بيغير حتى لو في اخر خمسين متر ممكن ده يتوجه الانتقاد لكاتل الخطيب لان حرك بالك ثلاث سنين حرك بتغيره في اخر سبع تمن شهور قبل الانتخابات قطاع الناشيين المفروض كان يبقى ليه بلان من ثلاث سنين فده دليل على ان قطاع كان ماشي غلط بشكل كبير وبجيب له واحد اجنبي وبجيب خالب بيبه ولكن ان انت تيجي متأخر احسن من ان انت ما تجيش خالص بالمناسبة الفيديو ده كان عندنا من فترة مرضاش نعلق عليه ولا نتكلم عنه غير في نهاية الموسم او نهاية بطولة الدورة كابتن سيف بيقول على مدار ثلاث سنين مفيش خطة لقطاع الناشيين بالنادي الاهلي تخالي النهاردة واحنا ما عندناش خطة بنطلع مصطفى شبير عربي بدر محمد فخري محمد شكري بنطلع من تاني يا شباب يعني بنطلع لعبين وشادي ردوان وشادي ردوان خمس لعبين تاني بنطلع مصطفى شبير عربي بدر محمد فخري شادي ردوان ومحمد شكري خمس لعبين واحنا ما عندناش خطة على مدار ثلاث سنين بالمناسبة بنوجه الشكر كابتن فتح مبروك اللي اشتغل خلال ثلاث سنين بإخلاص وبنشوف صمرة النجاح وصمرة التعب ومش كابتن فتح مبروك لا ده كل مدربين القطاع داخل النادي الأهلي بنشوف خمس لعبين خمس لعبين ان احنا نشوفهم مع الفريق الأول ده إنجاز كبير لكن عملية التغيير بقى كابتن خالد بيبو والمدير الفني الأجنبي ده خطوة تانية للنادي الأهلي خطوة كبيرة للنادي الأهلي تخطيط كبير للنادي الأهلي إن شاء الله هنحصد كل الكلام ده بعد سنتين هنشوف بعدنا خمس لعبين هنشوف أعداد كبيرة ده كنت حابب إن أنا أعلق على فيديو كابتن سيفزال